أن قول الصحابي سمعت أو رأيت أبلغ وآكت في الرواية من قوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما؟ لأنه قد يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يسمعه منه وإنما سمعه من غيره وذلك كحديث أبي هريرة رضي الله عنه فإنه روى ما جرى للنبي صلى الله عليه وسلم لما صعد على الصفا ونادى في قريش ومعلوم أن أبا هريرة رضي الله عنه ممن أسلم عام خيبة في السلة السابعة فيكون يقينا لم يحضر تلك الحادثة وبالتالي يكون رضي الله عنه قد سمعها ممن حضر من الصحابة رضي الله عنه فيكون الحديث مرسل صحابي ومراسل الصحابة مقبولة لأنهم رضي الله عنهم عدود ترجمة نانسي قنقر